السيد السوداني عند مقعدين لم يترشح لأنه عند مقعدين هو ترشح عن الإطار التنسيقي لكن الآن إذا ما أردنا أن نقول أو نسأل من الآن مرشح من بالإطار السيد السوداني من هو الرائع الرسمي يعني كان واضح يعني منذ البداية أن هناك انقسام شديد داخل الإطار التنسيقي أولا عندما تتحدث عن السيد محمد الشيعة السوداني بأنه لم يأتي كممثل لنائبين صحيح هو مرشح تسوية لأن الأقوياء داخل الإطار التنسيقي لن يستطيعوا أن يكونوا رؤساء مجلس وزراء لأسباب عديدة يعني السبب الذي منع من ترشيح السيد هادي العامري في العام 2018 هو نفس الذي يمنع من ترشيح السيد هادي العامري في العام 2021 نفس الذي يمنع من ترشيح السيد المالكي في العام 2022 نفس الذي يمنع من ترشيح قيس الخزعلي على سبيل المثال وهكذا بمعنى أنه دائما كان هناك ذهاب إلى مرشح تسوية بسبب عوامل موضوعية عدة يعني أنت حتى لو تعود إلى السيد المالكي السيد المالكي جاء في العام 2006 كمرشح تسوية لأنه لم يكن خيار لا حزب الدعوة ولا التحالف الوطني السيد حيدر العبادي تتذكر كيف جاء في العام 2014 السيد عادل عبد المهدي لم يأتي أيضا كان مرشح تسوية لملع المواجهة بين الفتح من جهة والتيار الصدري من جهة وهكذا جاء السيد الكاظم وبالتالي كل رؤساء الوزراء الذين جاءوا هم مرشحوا تسوية هذا واحد الأمر الثاني المهم فيما يتعلق بسؤالك أنه هل هناك إمكانية للتفكير بأنه هناك قدرة على الإصلاح أنا أعتقد غير ممكن النظام السياسي العراقي لم يعد قابلا للإصلاح هذا النظام تكرس بطريقة وتحول إلى نوع من البنية التي يصعب إصلاحها في ظل المعطيات القائمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر